أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة هذا سائن يقول نسمع حفظكم الله ونحن في البيت الحرام من يقول بالرجعة ويصوِّت مرتفعًا بها وذكر المؤلِّف رحمه الله أن من اعتقد هذا فهو كافر فكيف نتعامل مع هؤلاء بلغوا عنهم تعاملوا معهم بلغوا عنهم المسؤولين عن شؤون المسجد الحرام ليمنعوهم من إظهار هذا الشيء ولا عقيدتهم ما يستطيعون يغيرونه لأن أهل زيغة ذولة زائغين ما يمكن تردتهم عن زيغهم لكن يمنعون من إظهار شرهم في المسجد الحرام فيبلغ المسؤولون عن شؤون المسجد الحرام إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة